اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولو العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس روزرة اكد ان مملكة البحرين تسير وفق رؤية واضحة نحو تحقيق مزيد من الانجازات في اطار مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله رعا قال سمو ان هذا عام خير على الوطن بالاكتشافات النفطية التي ألعم الله بها على المملكة والنمو الايجابي المستمر للاقتصاد الوطني خاصة مع تصنيف النمو غير النفطي في المملكة بانه الاسرع في المنطقة بحسب المؤشرات العالمية اشار سمو الى اهمية الاستثمار في الخير القادم للمملكة بوعي لصالح ابناء الوطن والاجيال القادمة فالمملكة مقبلة على عامين حافلين بالعمل من اجل مواصلة تعزيز بناء الاقتصاد الوطني الذي يقوم على هيكلة صحيحة واساس قوي مضيفا سموه ان الجميع مسؤول عن الانجاز فبتكاتف الجهود المخلصة ووضع مصلحة البحرين اولا سوف يستمر تحويل التحديات الى فرص يمكن استثمارها في بلوغ الاهداف المنشودة اشهد سموه بالشباب البحريني وباقدامه على ريادة الاعمال بروح الابتكار والابداع ليستحق بذلك فرص التشجيع والدعم التي تتوافر من خلال العديد من المبادرات والبرامج منوها سموه الى اهمية اسهاماتهم في رفض نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره كمحرك رئيس للنمو معبرا سموه عن الفخر والاعتزاز بالكفاءة الوطنية التي واصلت بناء المكتسبات فابناء الوطن هو ثروته الحقيقية جاء ذلك لدى زيارة سموه حبيده الله الى مجلس خالد الشريف ومجلس عائلة كازروني ومجلس ابناء المرحوم راشد عبد الرحمن الزياني حيث بارك سموه لاصحاب المجالس والحضور بالشهر الفضيل الذي تزدان به المجالس البحرينية برونق خاص تتجسل فيه الهوية البحرينية الاصيلة التي يزيدها التنوع قوة قال سموه ان المملكة قطعت شوطا كبيرا في تحقيق نتائج ايجابية في العديد من المجالات بما يعود على المواطن بالخير فقد نجحت في تقليص نسب البطالة كما حققت تطورا ملموسا في توفير الخدمات الاسكانية عبر ما تم تهيئته من عوامل ساعدت على رفع نسبة الانجاز في هذا القطاع الهام الذي سيظل من اهم الاولويات مما مكن من انجاز العديد من المشاريع الاسكانية وتوزيع اعداد كبيرة من الوحدات خلال الفترة الماضية بما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المناطق لفت سموه الى دور القطاع الخاص كشريق اساسي في عملية التنمية مؤكدا سموه ان ادراك اهمية دوره قد تجسد عبر التنسيق معه في مختلف المشاريع الهمة ونوه سموه الى ان البحرين نجحت في تعزيز مقاومات البيئة الاقتصادية الجاذبة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وانشاء العديد من المشاريع الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني وذلك دليل على ان البحرين تسير في الاتجاه الصحيح وبالتالي فانه من المهم المواصلة في ذلك عبر تعزيز مزايا البيئة الخاصة للنمو مشيرا سموه لان ما تعمل المملكة على تنفيذه حاليا من مشاريع استثمارية كبرى تقدر ب32 مليار دولار امريكي والتي منها مشروع توسعة مصفات البحرين كاكبر مشروع في تاريخ شركة نبط البحرين بابكو وكذلك مطار البحرين الجديد اضافة الى خط الصهر السادس في ألبا وغيرها الكثير التي ستعزز من دور القطاعات الاقتصادية الرئيسة في المملكة عبر جذبها للاستثمارات العالمية والاقليمية تعمل على تنويع مصادر الدخل وربد التطوير المنشود بالأثر المستدام على الوطن والمواطن من جانبهم أعرب أصحاب المجالس والحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام بزيارة أهل البحرين في مجالسهم وعلى حرس سموه على مصلحة الوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة